اشتركوا في القناة ورفع اسم البحرين في مختلف المحافل الرياضية جمع بين كفاءة القيادة الإدارية والتألق الميداني فبات هو رجل الميدان والفارس الشجاع وصاحب الذهب هكذا عرفت مملكة البحرين والعالم بأسره سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الذي منذ أن بدأ بقيادة المجالين الشبابي والرياضي لم تتوقف البحرين عن حصد الإنجازات في مختلف أنواع الرياضات وعلى جميع المستويات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي فعمل سمو الشيخ ناصر بن حمد منذ سنوات عديدة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخريطة الرياضية وجعلها أكثر قوة وحضوراً في مختلف المحافل الدولية بدعم ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص مستمر من سمو الشيخ خالد بن حمد في الإشراف على القطاع الرياضي ونظراً لهذا الدعم الملكي السامي السخي للقطاع الرياضي والقيادة الحكيمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد أضحت الرياضة البحرينية الآن تعرف بأساسها القوي والراسخ والذي مهد الطريقة أمام الرياضيين والفرسان في شق طريق العالمية ونيلي العديد من الجوائز والميداليات والكؤوس ورفع اسم البحرين عالياً ولم يغفل سمو الشيخ ناصر بن حمد يوماً من الأيام عن المحافظة على رياضة الأجداد والأباء فبذل كل الجهد والمساعد طيبة للارتقاء بسباقات الفرسية والقدرة وعمل على إخراج جيل من الفرسان الشباب القادرين على حمل لواء القدرة البحرينية وتطورها لمستقبل أكثر إشراقاً سطر سمو الشيخ ناصر بن حمد بأحرف من نور إنجازات ونجاحات عالمية في رياضة رياضة القدرة فالعالم اليوم يحتفي بكونه بطلاً للعالم لسباقات القدرة لينضي سموه قدماً كما عهدناه دائماً في حصد إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها سموه في تاريخ رياضة القدرة البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر